اوكي جماعة صارت مشكلة بلابتوبي انه من الصبح وانا قادة عم بسوري ستارت لللابتوب وبعمله ما بعرف ايش وشوت داون وابديت ومدري ايش كانت مشكلتي انه ما عم يشبك على الواي فاي يعني هون يعني مثلا الجوال لما تضغطوا على الواي فاي ويتشغلوه دائما بصير يدور على الواي فاي صح انا لابتوبي ما كان هيك يعمل كان عندي يعني كان عندي الواي فاي مش شغال وخربان وحتى لما حاولت اغير مكان اللابتوب اغير مكان الواي فاي ما كان شغال اوكي فبحثت على الانترنت وجربت كل الطرق والظاهر انه الاشياء يعني في بعض الاشياء اللي بتكون بالانترنت بتكون غير عن اللابتوب المهم ايش اللي ضبط معاي رحت على الرن وفتحت من الرن ديفايس مانجر ايش سويت اعملت رحت على الرن تضغطوا رن اور ما اضغطوا اه ايش سواء ومانجر ايش سواء ايش السواء ايش سواء اه اغير مخش صح الأول كان فيه مثل 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 وعليه علامة تعجب فما فهمت ايش هي وما عرفت كيف اصلحها لأنه في الانترنت الأشياء اللي هون بتكون غير بتكون يعني في ظاهر انه في لابتوبات ايسر التانية بيكون عندهم شوي غير انا يعني ما لقيت اللي هم طالبين مني اشوفه انه اصلحه فرحت انا ضغطت على هادي وكان هون كان مكتوب اشي انه فيه اشيه it's not running properly اوكي فهلا فيه لابتوبات تانية بيكون عندهم اشي تاني مكتوب intel wireless ac 9560 هسه انا ما عندي اياها فانا رحت شغلت مش الانتل هاي الميديا تيك واي فاي 6 اه وهون كانت not working properly فاش سوات ما عرفتش كيف اصلحها فرحت اعملت اعملت disable وبعدين طبعا الupdate driver ما ضبطت معي اه اه اقال لي انه it's updated already اعملت disable device وبعدين ضغطت enable يعني كبس disable بعدين بعدين اشتغل وحتى ما احتج تصوري start وطرق القبل اللي جربتها من قبل وكانت يعني ما فيها اي مشكلة اني رحت على يعني خلص هيك خلصنا هاي الطريقة اذا ما اشتغل معاكم برضو انا ضغطت على الرن وكبسط على services بتكبسوا services.msc services.msc وين بالرن عند الرن اوك وبيطلع لكم هاي الصفحة بتدوروا على والان والان auto config بتتاكدوا انه هو running وهو automatic اوك 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 ا بالأول كانت تتصلح لحالها لما أسوي الستارت بس اليوم والله من الصبح وأنا أرستت وأرستت أسوي الستارت واللي هو أوك الحمد لله تصلح